وضع وآخر تطورات في العراق وقروق داعش من مدينة الموصل نقرأ من السندي تايمز مئة ألف درع بشري في الموصل في تقرير لها قالت صحيفة سندي تايمز إن هناك قرابة مئة ألف مدني عالقين في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية وهم بمثابة دروع بشرية حيث نقلت الصحيفة عن العميد شقار سليم النامي والذي تحاصر وحدته منطقة مسجد النوري قوله إن مسلح تنظيم داعش محاصرون بشكل كامل وهم يقاتلون إلى حد الموت مضيفا أنه لا يمكن توقع الوقت الذي ستستغرقه هذه المعارك نظرا لتعقضاتها بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة وكثافتها السكانية إضافة إلى التحصينات والألغام التي زرعها التنظيم في المنطقة برمتها أيضا تذكر الصحيفة بأن الحرب ضد تنظيم داعش لن تنتهي بالسيطرة على الموصل ولو أن ذلك سيشكل ضربة قوية ضده لأن التنظيم يسيطر على مناطق صحراوية شاسعة على جانبي الحدود العراقية السورية لكن المأساة أكبر حيث تظل معاناة المدنيين في الموصل بعد نزوح أكثر من 875 ألف شخص منذ بداية الحرب تقدر الأمم المتحدة عدد المدنيين العالقين في مناطق القتال بحوالي 100 ألف إضافيين بينما يشيد معظم المراقبين للحرب بتقدم القوات العراقية حيث تلقى هذه الحرب انتقادات كثيرة من طرف المدنيين النازحين من المدينة نقلت الصحيفة أيضا عن أحد النازحين وهو يدعى عبد الرحمن والبالج من العمر 19 عام والذي فقد والدي وشقيقي في غارة جوية قوله لقد انتظرنا لثلاث سنوات تحريرنا من داعش لكن عندما رأينا ما حدث وهو ما يحدث إلى حد الآن صدق أو لا تصدق تمنينا لو لم يتم تحريرنا أبدا